خليني أروح مع حضراتكو للشأن الداخلي وتحديدا مجلس الوزراء مبارح وفق على خطة التنمية المستدامة لسنة 21-22 21-22-22 الخطة بتستهدف معدل نمو اقتصادي يعني تقريبا 5.4 من 10% ده إلى جانب الالتزام الدقيق بتنفيذ تكلفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري كمان الحكومة بتستهدف في القطة المستدامة استثمارات بقيمة تريليون وتلتمية مليار جنيه مصري بينها ببلغ 358 مليار جنيه استثمارات في مشروعات خدمية شايفين الرقم ضخم ازاي؟ 358 مليار جنيه استثمارات مباشرة من الحكومة في مشروعات بتقدم خدمات فين؟ في مبادرة تطوير الريف المصري يعني القرى المصرية حيتم تطويرها في الجزء الخدمي بمشروعات الحكومة حتستثم فيها 358 مليار جنيه حلو جدا رقم عظيم جدا وحق الناس دي إنها يحصل لها خدمة بالمنظر ده وأنا كمان طماع السنة دي 358 السنة اللي بعدهم عايز 358 تاني وأكتر ما هو الناس دي ليها حقق على الموازنة في الدولة وليها حقق على الدولة إذا كانوا متسابين من زمان فهي دي العدالة الاجتماعية بأنهم يتم تعودهم عن اللي فاتهم والتأثير اللي كان في حق الناس اللي سكنة برق قاهرة وبرق اسكندرية وبرق مينيا وبرق منصورة المدن اللي خدت الاهتمام والحاجات التانية اتنست لازم تاخد حقها النهاردة 58 مليون مواطن مصري اللي حيستفيدوا استفادة مباشرة من حياة كريمة في تطوير الريف المصري بالتأكيد يا حسين تحسين جودة حياة المواطن المصري على رأس الأولويات في الموازنة السنة دي ويمكن محورين همين جدا كمان مع استمرار جائحة كورونا التعليم والصحة التعليم والتعليم عن بعض وما يكنت وتطوير المدارس وكمان اقامة مدارس جديدة عشان نستمر في التعليم عن بعض عندنا 600 ألف تابلت جديد هيدخل المدارس عشان نقدر نكمل في فكرة التعليم الهاجين الصحة ومواصلة الجهود لاحتواء أزمة كورونا وتعديد قدرات المنشآت الصحية لمواجهة كورونا وما يكنت المستشفيات وتطويرها كل هذا شيء غاية في الأهمية في الموازنة للعام المالي الجديد ترجمة نانسي قنقر